بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبناتي الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة التأهيلية للصف الثالث تأهيلي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية يصحبكم المعلم أحمد بن علي الدوسري أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لدرس آيات الله في الكون وكما عودناكم وقبل بداية كل درس أن نستمع إلى تعليمات الدرس وإلى آداب الدراسة عن بعد وأن نتعرف على الأهداف المتعلقة بالدرس دعونا نستمع إلى تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة والاستعداد الجيد للدرس نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في المكان المناسب والمهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح الآن يا أبطال دعونا نستمع إلى الأهداف الهدف العام هو التعرف على آيات الله في الكون أما الأهداف الخاصة فأولا أن يعدد الطالب وأن تعدد الطالبة بعضا من آيات الله في الكون ثانيا أن يتفكر الطالب وكذلك الطالبة في آيات الله في الكون وثالثا أن يحفظ الطالب وأن تحفظ الطالبة صيغة التسبيح لله عز وجل الآن يا أبطال دعونا ننتقل إلى النشاط الأول إلى النشاط الأول في الدرس وأريد منكم فتح الكتاب على صفحة أربعين هنا نريد أن نرسم خطا أسفل الإجابة الصحيحة قبل ذلك دعونا الآن نتأمل هذه الصور التي أمامكم ماذا نلاحظ في الصورة الأولى؟ نلاحظ ماذا؟ أحسنتم نلاحظ الشمس وكذلك النور والنهار فهذه من مخلوقات الله عز وجل أو لا؟ أحسنتم من خلق الله عز وجل إذن فالشمس والنهار من آيات الله عز وجل في الصورة الثانية نلاحظ ماذا؟ أحسنتم نلاحظ القمر وكذلك الظلام فالظلام والليل والقمر من خلق الله ومن مخلوقات الله أو لا؟ أحسنتم أيضا من مخلوقات الله عز وجل إذن هي من آيات الله سبحانه وتعالى في الكون في الصورة الثالثة نلاحظ صورة ماذا؟ أحسنتم صورة السيارة هل السيارة من مخلوقات الله أو من صنع البشر وصنع الإنسان؟ أحسنتم هي من صنع الإنسان فإذن ليست من آيات الله عز وجل في الكون نلاحظ أيضا مثلا صورة ماذا؟ أحسنتم صورة الجبال فالجبال من مخلوقات الله أو لا؟ أحسنتم أيضا من مخلوقات الله فالجبال من آيات الله عز وجل في الكون في الصورة الخامسة نلاحظ صورة ماذا؟ الكرسي والطاولة الكرسي والطاولة هل الكرسي والطاولة من مخلوقات الله أو من صنع الإنسان؟ أحسنتم من صنع الإنسان إذن ليست من آيات الله في الكون الآن نرجع يا أبطال إلى النشاط الفقر الأولى تقول من آيات الله في الكون ماذا؟ النهار والليل أو الكرسي والطاولة الصحيح أحسنتم النهار والليل لأنها من خلق الله عز وجل أحسنتم ثانيا من آيات الله في الكون الجبال والأنهار أو البيوت والسيارات ما هو الصحيح؟ أحسنتم الجبال والأنهار الجبال والأنهار لأنها من خلق الله عز وجل أحسنتم يا أبطال ننتقل إلى النشاط الثاني في نفس الصفحة في صفحة أربعين الآن يا أبطال نركز في العبارات أريد منكم أن تحددوا لي هل هذه العبارات صحيحة أو خاطئة الشمس والقمر والبحر والبر من آيات الله عز وجل في الكون العبارة أحسنتم نعم صحيحة لأن الشمس والقمر والبحر والبر كلها من خلق الله عز وجل إذن هي من آيات الله سبحانه وتعالى في الكون ثانياً السماء والأرض من آيات الله عز وجل في الكون العبارة ماذا؟ أحسنتم أيضاً العبارة صحيحة العبارة صحيحة ثالثاً النجوم والكواكب من آيات الله عز وجل العبارة أيضاً ماذا؟ أحسنتم أيضاً العبارة صحيحة العبارة صحيحة رابعاً السيارات والطائرات من آيات الله عز وجل في الكون العبارة ماذا تكون؟ أحسنتم العبارة ماذا خاطئة العبارة تكون أحسنتم خاطئة الآن يا أبطال ننتقل إلى النشاط الثالث والأخير في الدرس لكن قبل أن نحل هذا النشاط دعونا ننتقل إلى هذه الأشياء التي أمامكم نلاحظ الآن ماذا؟ ما هذا الذي أمامكم؟ أحسنتم هذه الشجرة هل الأشجار من آيات الله عز وجل في الكون؟ أحسنتم؟ نعم لماذا؟ لأنها من خلق الله عز وجل الجمل هل هو من آيات الله عز وجل في الكون؟ أحسنتم أيضاً من آيات الله عز وجل في الكون لماذا؟ لأنه من خلق الله عز وجل نلاحظ أيضاً هذا الحوت أو السمك هل هو من آيات الله عز وجل في الكون؟ أحسنتم أيضا نعم لماذا لأنه من خلق الله عز وجل السيارة هل هي من آيات الله عز وجل في الكون أحسنتم ليست كذلك لماذا لأنها من صنع من أحسنتم من صنع الإنسان إذن عرفنا الآن بعضا من آيات الله عز وجل في الكون هنا يا أبطال نريد أن نكتب بعضا من آيات الله عز وجل في الكون نقول من ذلك مثلا ماذا أحسنتم نعم البحار البحار من آيات الله عز وجل في الكون لأن الله هو الذي خلقها أيضا نقول ماذا أحسنتم الأنهار فالأنهار من آيات الله عز وجل في الكون أيضا نكتب من آيات الله أيضا ماذا أحسنتم الجبال كذلك من آيات الله عز وجل في الكون أيضا نقول أحسنتم الأشجار فالأشجار خلقها الله سبحانه وتعالى فهي من آيات الله عز وجل في الكون أيضا نقول من ذلك أحسنتم الشمس فالشمس آية من آيات الله عز وجل بل من أعظم آيات الله عز وجل في الكون أيضا من ذلك أحسنتم القمر فالقمر من آيات الله عز وجل في الكون أيضا من ذلك ماذا النجوم النجوم التي في السماء هي من خلق الله وهي من آيات الله عز وجل في الكون أيضا نذكر ونكتب ماذا أحسنتم الكواكب فالكواكب من آيات الله عز وجل في الكون أيضا من ذلك ماذا أحسنتم السماء فالسماء من آيات الله عز وجل في الكون أيضا من ذلك ماذا أحسنتم الأرض فالأرض من آيات الله عز وجل في الكون أيضا من ذلك أحسنتم الغيوم والسحابة التي تأتي بالأمطار هذه من آيات الله سبحانه وتعالى أيضا ما الذي ينزل من هذه الغيوم أحسنتم المطر والأمطار من آيات الله عز وجل إذن هذه بعض من آيات الله سبحانه وتعالى في الكون أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم الآن إخواني وأخواتي أولياء الأمور هناك توصيات أتمنى منكم الاستماع إليها فأقول حتى يتمكن الطالب والطالبة من الاستفادة الكاملة من المنهج الدراسي يجب على الأسرة مراعاة عدة أمور أثناء مساعدتهم ومنها أولا تهيئة الجو المناسب للتعلم والحرص على مكان هادئ ونظيف وذي إضاءة جيدة ثانيا استخدام الجمل والعبارات المحفزة للطالب وتعزيز استجاباته الصحيحة والبعد عن عبارات اللوم والنقد والمقارنة بالآخرين ثالثا التواصل الدائم مع المدرسة من خلال منصة مدرسة لمواكبة المنهج والطلاع المعلم المختص على تقدم الطالب في الخطة الفردية شكرا لكم إخواني وأخواتي أولياء الأمور وشكرا لكم أنتم أيضا أبناء وبناتي على المشاركات الرائعة نلتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته